الجوزة الامور راح تكون افضل هاي السنة ان شاء الله هناك العديد من المشاكل اللي يجب حلها لازم تحل لانده كتير مشاكل لازم تنحل راح تلاقي بالعمل اللي قمت فيه من قبل وتعبد فيه كتير نتائج ان شاء الله ازا كنت بمحل هم تشتغل ما لك مرتاح راح تنتقل لعمل تاني فرصة تانية بيكون افضل اه راح يدعمك بعض الاشخاص المحيطين فيك وشوفوا فيك انك انت شخص ناجح لازم تكون بالمحل الصح اه ممكن يكون في دعم مادي لبداية مشروع صغير او ازا في عندك مشروع اه للتطوير يعني ممكن احتمالية كبيرة تدخل بشاركة هاي السنة للافضل هتكون اه بس انت انتبه من المحتالين النصابين اه انه انت عندك قدرات معينة ما تستغل هاي القدرات مشان الاشخاص هاي يستغلوا قدراتك يعني لا تاخد بالكلام الكتير لما بدك تساوي اي شيء مع اي شخص اضمن حقوقك ولو بورقة مشان لما يصير فيه تطور انت ما بتكون خارج الدائرة بتكون جوا شو ما كانت الظروف لازم تعرف شو عم بيسير لانه مشان جهودك كله ما بيروح الفاضي بيستثمروا اشخاص اخرين لانه بعد النجاح ما حدا بيعرف حدا قليل ناس يعني وانت ازا كنت موظف بشاركة انت من الاشخاص اللي ما تحب انك تكون ورا كرسي وموظف والامور هاي عم بتحاول تتخلص من هذا الموضوع حتتتخلص فيه يعني ازا ربطنا الامور اه حتتخلص ازا انت بشغل ما بتحبه هتكون بشغل تحبه بس بدك تنتبه من الشريك الصح لانه اه الناس اللي بينوسق فيهم بهاي الايام قليلين جدا خصوصا على المستوى المادي والشراكات والعمل والامور هاي الحياة صارت شوي صعبة والناس صارت شوي اسوأ على المستوى العاطف اه على شو ما كنت اه ازا كنت اعزب حتلاقي شخص مناسب ممكن ما بيؤدي للزواج بشكل مباشر او كزا حتلاقي شخص بس تبلش لاول مرة تحس انه في شخص ممكن يصير معه مسلا خطوبة وزواج وكزا يعني كبداية وكفكرة في مميزات معينة ممكن تتقودك لهذا الموضوع وازا كنت مع شخص مرتبط ومبسوط بالتوفيع ان شاء الله وازا كنت غير مبسوط هتواجه بعض المشاكل رح تنتهي ممكن بالانفصال اتمنى لا بس احيانا ان انفصال يكون بدون اياه شخص ومتفقين عليه انفصال ما بيعني نهاية الدنيا بيعني ان احنا اختطنا غلط ممكن ان الشخص هذا بيكون مع شخص تاني افضل وانا بكون مع الشخص تاني افضل فاذا كان باتفاق ان شاء الله بيكون خير للكل يعني اتمنى لكم التوفيع ان شاء الله سنة خير لتحقيق الاحلام اه سنة كلها حب وسعادة وامل